جائحة كورونا ما زالت الحدث والحديث الأول بين الأردنيين بدءا من تطورات المنحنة الوبائي مرورا بتدعيات الجائحة على القطاعات المختلفة وليس انتهاءا بالجدل الكبير والمتواصل حول إجراءات الحكومة للتعامل مع الأزمة بلغات وأوامر دفاع وسند أخضر تشديد للعقوبات بحق المخالفين واحتفالات تؤكد الحكومة أهميتها لمساعدة بعض القطاعات على التعافي حول هذه القرارات وتداخلاتها نحاول ضيفنا في الستوديو الطبيب والكاتب الدكتور منذر الحوارات أهلا وسهلا دكتور أهلا وسهلا بك مساء الخير دكتور أبدأ معك في الحكومة وآخر تصريحاتها أكدت أنها استخدمت الأوامر والبلغات المتعلقة بقانون الدفاع في أضيق الحدود وذلك بهدف حماية الجميع لماذا توجد أزمة ثقة لدى بعض القطاعات في إدارة الحكومة لهذه الأزمة نعم مرة أخرى مساء الخير لك ولمشاهدين الكرام أزمة الثقة ليست فقط متعلقة بما يتعلق بجائحة كورونا أزمة ثقة هي كبيرة بين الحكومة والمجتمع واستطلاعات الرأي الأخيرة تؤكد أن هناك فجوة عميقة ما بين الحكومة وبين المجتمع هذا ربما مرده إلى أن المجتمع لا يلمس نتائج حقيقية على أرض الواقع من الحديث الكثير الحكومة تتحدث عن الاقتصاد المواطن لا يلمس نتائج اقتصادية تصب في جيبه بالنهاية المواطن لا يهم كل الحديث الذي يجري يهم أنه هل انعكس ذلك عليه على دخلي على مستوى حياتي أيضا نأتي على كورونا الحديث كثير والقرارات أكثر والنقاشات وممثلي الحديث عن كورونا يوميا في المحطات ومع ذلك حينما قيل أن الوضع الوباء استقر وجدنا أنه نعود من جديد إلى المخاوف التي تتجدد يوم بعد يوم أنه هذه الجائحة قابلة للعودة من جديد بسبب إخفاقات هنا أو هناك ومطلوب من المواطن أن يستمر بالالتزام بقواعد السلام العامة طبعا أنا أؤيد ذلك ولكنه يطمح كان المواطن يطمح إلى أنه بعد كل هذه الإجراءات أن يقال له خلاص انتهينا انتهينا من موضوع كورونا خلينا نحطه على جنب نبلش بالاقتصاد ونبلش بحياتنا اللي خسرنا فيها أشياء كثيرة ولكن هذا لم يحصل أبدا بدليل الرواية الحكومية لم تكن متماسكة في هذا المجال في بعض المراحل أوحت للناس على أنه كورونا أصبحت وراء ظهورنا وأنه إحنا مقبلين على المستقبل بشكل هائل وأنه القرارات التي اتخذت بلحظة قد تكون خلاص تختفي لكن فجأة نجد أنه تصدر قرارات جديدة المشكلة أنها ترافقت بتناقضات بينها وبين بعض كيف أثر تعدد القرارات والبلغات وأيضا التطبيقات دكتور بإجراءات التعامل مع الجائحة والمواطنين خصوصا القطاعات الاقتصادية أحسنت هذا كله انعكس على منسوب عدم الثقة عدم الثقة أدى ربما أنا لست خبيرا نفسيا ولكن إلى ردة فعل من المواطن تجاه رفض قرارات الحكومة تحكي له لبس كما ما يشخلحها تحكي له كذا يتصرف عكسه وتحكي له قرار لا يقتنع فيه مثلا طلع على الفيديو اللي انت شرقه اللي شفناه بوسط البلد يعني إذا عديت من 200 في واحد لابس كما واللي لابسها حاطة هون معنى ذلك هذا لابسها من شان إذا شاف شرطي يرجع يلبسها مرة ثانية على الكامل طيب دكتور يعني بالحديث عن الاحتفالات اللي شهدناها مؤخرا الحكومة أكدت أهميتها للقطاع وتحدثت الحكومة كثيرا عن المثلث الذهبي وأهميته للسياحة خصوصا بعد هذه الجائحة وأكدت أيضا في المقابل استمرار إجراءات التباعد في المساجد لعدم وجود أي آلية لتأكد منه جميع المصلين لديهم مثلا سند أخضر أو أخذوا الجرعة الأولى والجرعة الثانية برأيك كيف استقبل المواطنين هاي التبريرات دكتور؟ لم يقتنعوا فيها لأنه مسألة الحفلات وصار زي قميص عثمان نعم يعني هي الناس طول عمرهم كيف دكتور نحكي أكثر؟ أنا أحكي لك المعارضي الحفلات هم منذ سنوات بكورونا وبدون كورونا وقفوا ضدها موقف على أساس أنه إلها مبررات تؤدي إلى تفكك المجتمع تؤدي إلى مشاكل كثيرة وبالتالي صاحب الموقف من الحفلة هو ضد الموقف إجت القرارات الحكومية تسمح بالحفلات هنا نعم تشتغل بالمساجد هنا الحفلة ليوم واحد المسجد لكل يوم خمس مرات هذا ما لم تستطع الحكومة الحديث فيه اثنين يفترض أنها بالحفلة الحكومة وقفت على الشؤ الباب ممنوع يدخل إلا اللي ما عود تطعيم وهذا لم يثبت حقيقة وعدد معين وعدد معين لكنها لم تستطع أن تسيطر على منظمي الحفلات مقاولي الحفلات هم أقوى من الحكومة لم تستطع الضغط عليهم والمواطن هو شخص ضعيف يسهل الضغط عليه مقاول الحفلات هو شخص ممتد مش سهل نعم لما يحكي لك خمسمية وجيب ألف لا تستطيع الحكومة أن تردعه لأنه لديه وسائله أنه يقف في وجه الحكومة الحكومة تغاضت عن ذلك نعم كان يفترض أنه أنا أعطيتك حفلة بمئة واحد وإجا فيها ثلاثمية أغرمك على الثلاثمية صحيح وقول للناس أني غرمتك وقول للناس أنه الخلل منك لو فعلت هذا الحكي الحكومة ما صار إش هذه الضجة اختلفت تماما صحيح أنه الخلل إجا يعمل من المنظم وأنا حاسبته ودفعته غرامة عليكم كان بيكون التباعد واضح التباعد واضح يعني بمهرجان جرش كانوا بايعين تذاكر أكثر مرتين ثلاثة من عدد الحضور معنى ذلك أنه المقاول أو اللي ولم تستطع الحكومة ضبطه وكذلك الأمر في الحفلات الأخرى إذا استطاعت الحكومة أن توجد قاعدة ثابتة لمعاقبة كل من يخالف القانون اللي تضعه هي باعتقادي تهدئ من روع المجتمع والناس تعودت على الصلاة بالتباعد على فكرة إنما يجي واحد يقول لك ما معنى يعني هنا مع بعض متجمعين بهذا الشكل غير المبرر وأنا بالمسجد طالب مني كل هذه الإجراءات بالتالي هذا يعزز ويعمق مش بس عدم الثقة الفجوة الفجوة تصبح عميقة ما بين الدولة مش بس الحكومة الحكومة رائعة حكومة رائعة شهر شهرين سنة تروح لكن الدولة هي الباقية الناس يقول لك هاي دولتي لديها معايير مزدوجة وبالتالي هي تقف مع القوي وتقف ضد الضعيف وهذا إشي خطير صحيح نتكلم أكثر دكتور عن التعليم الوجاهي وهو يعني تحدي كبير بالواجه الحكومة والمواطنين البعض يشير إلى حالة من دكتور التخبط أو الغموض بهذا الملف ما هو المطلوب لإعادة ضبط سير العملية التعليمية في المدارس والجامعات وجاهية تطعيم الطلاب يعني هي المشكلة هذا عدد كبير وكل صف اليوم ينصابه منه واحد بدك تعطله والله مشكلة يعني بالأخير يعني كل يوم رح تصير هذه الإصابات والأولاد صعب ضبطهم بالمدرسة من الصعب أنك تضبط أولاد بعمر صغار نعم نقول له ظلك لابس الكمامة طول الوقت وبصف مكتظ وبصف في عدد كبير وتعليم وست ساعات متواصلة أو سبع ساعات متواصلة هذا رقم ومدة طويلة وبالتالي لا يمكن في هذه المدة الالتزام بوسائل لا التباعد ولا وسائل للوقاية الشخصية ولا 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 إلاك بالتالي الخيار الأمثل أمام الحكومة كي تستطيع أن تستمر بالتعليم وتغلق الفجوة اللي حصلت فيه فجوة كبيرة حصلت أنها خلص طعمها الأولاد والأولاد الأقل سنا فيه دراسات الآن موصلت طعم 12 سنة الآن جل الطلاب في المدارس وما فوق بين سن 19 18 و 12 سنة إلى 10 سنة هذول قابلين للتطعيم وبالتالي لتبدأ حملة وطنية تحطي لها ممرضين ممرضات بالمدارس خلاص بلش بالطلاب خذ توقيعات المدارس تودي للطلاب للأهل أنها تحصل منهم على توكيلات بقبول التطعيم وخلاص طعم بالمدرسة روح طعم بالمدرسة خلال 10-20 يوم تكمل كل المدارس أخيرا دكتور وبعجالة إذا تكرمت إلزامية التطعيم هل أنت مع إلزامية؟ أنا معها نعم لأنه يعني ما وقفتش عندنا حقوق الإنسان على التطعيم مخترقة في كل المجالات يا سيدي لأجل حماية صحة المجتمع أعتقد لا ضير أنه نلزم بالتطعيم لأنه هذا حماية للناس وحماية للمجتمع وقديش كبار سن توفاهم الله بسبب عدم التطعيم أو عدم تلقي المضعوم هذا أمر سوف يعطي المجتمع قيمة مضافة وبالتالي لا ضير من أني أتجاوز فيه بعض القوانين شكرا لك طبيب والكاتب دكتور منذر الحوارات على هذا الحوار شكرا جزيلا لك حياك الله يا سيد